اه حلو كنا ممكن نكسب وكنا ممكن نتعادل على الاقل بشوية عدم تركيز احنا 90 دقيقة تعظيم سلام من الديئة الاولى من الوقت البدر ده لان احنا جن ايه جن في الديئة التانية وقت البدر ده جن في الديئة الرابعة الفاول والضرب وحرجع لكو تاني الاهداف اللي دخلت مرمانة كالعادة احنا نقول ايه تونس متفوقة في الكرات السبتة لا احنا ضعاف في الكرات السبتة اعكسها بقى تونس هايلين والمغرب هايلين في الكرات السبت اقول لك لا احنا اللي بنتمركز غلط احنا يبقى عندنا مشكلة في الكرات السبت وادالين ان الجنة التانية من كرة سبت ماينفعش ان كريستانو يبقى الواحده كده ويحطها بدماغه وبعدين انا بندهش ان اللي بيحمل الشناوي مسؤولية الهدفين يا استاذي الفاضل واخد بقى اسمعاك الهدف الاول للبرتغال عشان نحلل مع بعض لانه دلوقتي ضربات الرأس بقت عاملة زي التزديدة بالظبط لانه لما الاوفر بتجيلك علي قوي فانت تعملها بكل قوتك توصلي سهل لكن لما الاوفر بتجيلك وووو وبتنغك كده بتبقى شوتة بالظبط بمعدل شوتة فانت لما بتشوت من على بعد ست سبع يارضات حنشوف الهدف الاول للبرتغال ونحلل هل الشناوي كان قادر انه يطلع ياخد الكرة العرضية نشوفها مع بعض نشوف كده مع بعض هنا نبص كده الاوفر نرجع سنة معلش معلش انا اخذ اللجوان مرة واحد هنا الراجل اللي رفع رجله ده كان لازم يبقى اكسر اكسر ايجابية لانه دايما بقول معظم النار من مستصغر الشرر لو انا نرجع لها بس وابيرفعها فضلكم طيب هو عدل عشان يرفع انا لازم اكون ضغط عليه يعني الراجل اللي رفع التوانتاشر ده قد يكونش كبالة مش عارف مين لازم يكون ضغط ومقرب منه فمش حدي له مساحة انه يرفع حضراتك شوف الجون جي منين لو انا هو اهو انا كراجل واقف انا واقف فعندي فرصة كويسة او ان حتى لو ادخل واترقص يبقى انا هعطل الاوفر يبقى الاتنين اللي عطى 18 دول هيخشوا هيبقى جوه المنطقة هيبقى عندي كسافة عددية لو عدت من واحد يروح للتاني يعني هنا انه عندي اترقص كمدافع احسن لكن الوقوف هنا هو بيرفع اضغط عليه سنة اعمل بلوك زي الفولي كده ده بيسموه بلوك لكن هنا رفعت الرجل انا متأسف يعني تأديت واجب نشوف بقى نشوف خلينا برضو تاني نشوف موقف كريستيانو هنا ادي الاوفر عشان البعض مبارح قال الشناوي كان ممكن يتعامل مع الاوفر صعب لانه كمان انت حضرتك اشوف الشناوي واقف فين الشناوي كان يتعامل اشتركوا في القناة الاشتراه